تفجير جديد يحمل بصمات تنظيم الدولة ببوابة الكنشل وغرب ودان في الجفرة والحصيلة ثلاثة قتلى وأربعة جرحة من أفراد الكتيبة 127 التابعة لميليشيات الكرامة الناطق باسم وزارة الدفاع بالحكومة المقترحة محمد الغصري حمل تنظيم الدولة مسؤولية التفجير وهو ما ذهب إليه أيضاً ناطق باسم ميليشيات الكرامة أحمد المسماري الذي أشار بدوره لأن التفجير جرى بسيارة مفخخة حادثة تعيد إلى الأذهان استهدف بوابة الفقهة بالجفرة التي راح ضحيتها قرابة 13 قتيلاً من ميليشيات الكرامة قبل 6 أشهر ليست الجفرة وحدها ما انطالتها تلك التفجيرات إذ كانت المناطق الممتدة من جنوب سرط غرباً وشرقاً ومحيط الجفرة عرضة لهجمات مسلحة تبنى تنظيم الدولة جزءاً منها ففي مطلع فبراير الجاري قتل أربعة أفراد من حرس المنشآت النفطية التابعة لميليشيات الكرامة في هجوم مسلح على دورية لهم في المنطقة الممتدة بين الجفرة وامرادة حين شهدت بوابة التسعين هجوماً بسيارة مفخخة جرح إثرها ثلاثة عناصر من الميليشيات هجمات تزامنت مع تصريحات قيادات بعمليات البنيان المرصوص تفيد برصد تحركات لعناصر من التنظيم فر من سرتي إلى الجنوب في ظل مخاوف دولية ترجمتها تقارير كان آخرها ما أورده موقع السايفر الأمريكي حول بدء تنظيم الدولة تجميع صفوفه وإنشاء مراكز عمليات في الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد